روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرأ اعفاء لعبي النادي الاهلي من المعسكر الاول له في شهر سبتمبر المقبل وهيضم عدد كبير من اللاعبين الجدد او الوجوه الجديدة في منتخب مصر ابرزهم حسام عبد المجيد وسيد نمار من نادي الزمالك ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومحمد فاروق من فيوتشر مصطفى الزناري وعمر السيسي من طلاع الجيش وكمان عبد الرحمن مجدي واحمد مدبولي المتعلقين جدا مع الاسماعيلي شادي حسين مهاجم سيرابيا كلوباترا وقسامة جلال وابراهيم عادل من بيرامدز وعبد الرحمن رجدان وعمر فايز ويوسف حسن واحمد نادر حواش وصلاح باشا من منتخب الشباب هو هيركز على الشباب كل شو هقول لكم الكلام ده فيتوريا بتاع شباب يحب اللاعبين للشباب حبهم جدا